التقى سمو الشيخ محمد بن حمد بن محمد الشرقي وليوعهد الفجيرة في مكتبه بالديوان الأميري الدكتور إبراهيم السعد مدير مركز الفجيرة للإحصاء وطلع سموه خلال اللقاء على نتائج مشروع المسح الاقتصادي الذي عمل عليه المركز كما تم استعراض أهداف ونتائج المسح والسخراج المؤشرات الاقتصادية ومساهمته الفاعلة في إعداد خطط التنمية ومتابعة تنفيذها وتقييم أدائها وتصحيح مسارها وأكد سموه أهمية مشروع المسح الاقتصادي في تحديث قواعد البيانات في مختلف القطاعات الاقتصادية في الإمارة مدوها سموه إلى دورها المحوري في اتخاذ القرارات المستقبلية وتطوير الاقتصاد الوطني للإمارة بما يعزز رفاهية المجتمع وتطوير جودة حياة أفراده